انا عايز اقول سيادتك المادة 26 دي متعلقة بالاعتداء مادة 26 من القانون من القانون تمام متعلقة بالاعتداء على حرم الترحيل خاصة المحتوى المعلومات انا عايز اقول سيادتك العقوبة شانوضح ناس بعض الامور يعاقب بالحبس مدة لتقل عن 6 اشهر وبغرامة اتنين حبس وغرامة مش واق مش اول اه حبس ويه واق اه لتقل عن 6 اشهر وبغرامة لتقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 100 الف من 50 ل 100 الف لو عمل لي بقى طيب كل ما نعتاد على اي من المبادئ او القيم الاصرية في المجتمع المصري او انتهك حرم الترحيل خاصة او ارسل بكسافة نقطة سيادتك سلت فيها من شوية او ارسل بكسافة العديد من الرسالة الالكترونية لشخص معين دون موافقته اه خلبي السيادتك داخلت في القانون ايه اه او منح بيانات شخصية الى نظام او موقع الالكتروني لترويج السلع او الخدمات دون موافقته اللي بيوصل لسيادتك ان السلعة دي بتوباع بسار كذا تمام او بالقيام بنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية واحدة وصلت تقنية المعلومات تمام بس بشكل عام السقرة الاولى معلش منها مطة اوي بمعنى يعني ان انا يحاسب بكذا وكذا وكذا اللي يغير الشكل العام للمجتمع المصري طب ما ايه هو الشكل العام لاي لاي زمن يعني ما احنا لما هنتكلم لو واحد مثلا اتصور بما يو هل ده تغيير مين قال ما هو بالنسبة لناس لا مواطحة فان قال لك مواطحة رجاء قال لك ايه راح هو مفندها وخلي بالسيادتك التفنيت كمان القيم وال وال والمبادئ والمبادئ دماء المصري لا فان ما يتم ذكرها وتفندها في اللايحة التنفيذية القانون يأتي كمواد ولكن اللايحة التنفيذية تأتي للتنفيذ طريقة التنفيذ هتبقى ازاي يعني هتتشرح القيم والمبادئ الاسرة المصري عشان كده فهمت لها في اخر بند في مشروع القانون انه بيتم النص بالوقت ان اللايحة التنفيذية تصدر من جالب رئاسة مجلس الوزراء في مدة لتتجاوز السلسط اشهر اللايحة التنفيذية هي اللي بتفند اي قانون انا عايز اقول لسيادتك هو كمان في مضمون المادة قال لك من انتكى حرمة الحال خاصة قال لك ازاي ارسل رسائل انت سيادتك بدون موافقتك انا مش عايز بزبط بس هنا انا لازم ابلغ اه طبعا